اشتركوا في القناة نعلن نحن المصريين في الخارج شركاء ثورة يناير 2011 تأسيس المجلس الثوري المصري إن المجلس الثوري المصري هو كيان للقوى والأفراد المصريين في الخارج على اختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية المتمسكين بمبادئ الخامس والعشرين من يناير والعاملين على تحقيق أهدافها والمناهدين لكل صور الفساد والاستبداد والانقلاب العسكري وما ترتب عليه والرافدين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والمؤمنين بالشرعية الدستورية والمتطلعين لتأسيس دولة مدنية تعبيراً عن إرادة الشعب وحريته في اختيار من يحكمه ونحن إذ نعلن للشعب المصري عن تأسيس هذا المجلس دعماً للحراك الميداني السلمي فإننا نؤكد أننا لسنا بديلاً عن القيادة الميدانية بل مؤيدون ومساندون لخطواتها مؤكدين إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة متمسكاً بحقه لصين في اختيار حكامه تعبيراً عن إرادته الشعبية الحرة ونؤكد أننا سنكرس جهودنا في التحرك الدولي على كل المستويات خاصة السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية بحجد الدعم اللازم للسوار في الشارع لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية وسنعمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد كما نؤكد على احترام الإرادة الشعبية والشرعية بعد ثورة الخامس والعشرين من ينايب وقبل وقوع الانقلاب وأن الشرعية الثورية ستكون هي المرجعية الأولى لكافة السياسات والإجراءات التي ستتخذ بعد سقوط الانقلاب ضد قوى الثورة المضادة إننا ندعو كل الوطنيين من أبناء ثورة يناير داخل مصر وخارجها للإصطفاف حول الثورة وأهدافها وتوحيد الجهود لمواجهة الثورة المضادة وانقلابها العسكري كما ندعو كل القوى المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتنا والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في مصر وإننا ندعو جميع الوطنيين للانضمام والتعاون معنا لتحقيق الأهداف التالية استفاف كافة القوى الثورية والشبابية المناهضة للانقلاب ونظام الحكم العسكري وتجاوز خلافات الماضي وبناء رؤية مشتركة للمستقبل حشد الدعم الدولي لثورة يناير وحق الشعب المصري في إقامة دولة مدنية دستورية تقديم الدعم الكامل للمقاومة الشعبية وكافة قوى الثورة في الداخل لإسقاط الانقلاب والحكم العسكري وتحقيق التحرر والاستقلال الكامل للإرادة الشعبية تحقيق أهداف ثورة يناير من خلال مشروع سياسي انتقالي متكامل رسم مصارات تفكيك مؤسسات الفساد وأركان الدولة العميقة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية وسيادة القانون بناء دولة المواطنة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية كما يقوم المجلس بمهامه المختلفة من خلال المكاتب الآتية مكتب سياسي يقوم على الشؤون السياسية وإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية للمجلس مع جميع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني مكتب قانوني وحقوقي يتولى توثيق وحصر الجرائم والانتهاكات في ظل الانقلاب العسكري والتواصل مع الجهات القانونية والحقوقية لملاحقة من قاموا بهذه الانتهاكات أمام المحاكمة الدولية والإقليمية مكتب إعلامي يتولى التواصل مع كافة وسائل الإعلام من خلال استراتيجيات وسياسات تفصيلية تحقق نشر رسالة المجلس وأعماله وتفعل التأييد لمقاومة دولة الاستبداد والفساد وجاري تشكيل هذه الهياكل مع استكمال تأسيس المجلس الثوري حيث تم تكليف الهيئة التنفيذية للتواصل مع جميع الكيانات والأفراد الفاعلين لدعوتهم للمشاركة في تحقيق أهداف المجلس إن القوى الوطنية والثورية بعد عامل من انكشاف المواقف والمؤامرات لقادرة على مواجهة الانقلاب الدموي الإرهابي الذي سرق ثورتنا وقتل وسجن أبناء شعبنا وباع وطننا ونشر فيه الفقر والخراب والإرهاب وخطف رئيسه المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي واعتقل النشطاء السياسيين والثوريين وأخيرا فإن المجلس السوري المصري لا يؤكد على حق المصريين في رفض القهر والظلم وإرهاب دولة العسكر والحق في المقاومة الشعبية ضد حكم العسكر ومحاكمة القتلة والمجرمين والقصاص للشهداء والمصابين حفظ الله مصر وشعبها وثورتها وتقوم الدكتورة مع عزام بإلقاء البيان باللغة الإنجليزية ستقوم بإلقاء البيان باللغة الإنجليزية بسم الله الرحمن الرحيم في المماركة والممتع للتحويل ومعاتيها من المقاومة والنجرم ومعاتيها من المتعاومة والمقاومة ومعاتيها من نوعات المنزل للحظة البيان للخصوصية والمقاومة ومعاتيها مننا لعنى الجنر 25 الفياد which continues till today and to our people's steadfastness in confronting the oppressive military coup we Egyptians abroad, the sons and daughters of the January 25th revolution declare the establishment of the Egyptian Revolutionary Council the Egyptian Revolutionary Council is an entity for Egyptian political forces and individuals outside Egypt from across the political and ideological spectrum the 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 المترجم للقناة 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 كيف يتحقق بحكم الجامعات المتلجة وكيف يقب في مقابلة الانتكارية على المقابلة محاولة وفضلك على عرض المتلجة وفضلك على حيات العزقات والقرب وفضلك على الحالات المتلجة والوحيدة ونحن نتحق العمل ونحن نتعالي الله تحاول إيجابة وها الناس. شكراً لكم. شكراً لكم.